في الحلقة اللي فاتحكتلك ان بعد ما موسى وبوواقى فشلوا ان هم يدخلوا مدينة النحاس وبعد الرعب اللي هم شافوا منها والجنود اللي ماتوا قرروا ان هم هيتجهوا لبحيرة قريبة من المدينة والبحيرة ديته المفترض ان فيها كنوز لكن اللي هيلقوه هناك بقى حاجة مرعبة اكتر من اللي هم شافوها في المدينة وفي آخر الفيديو هعرفك مين اللي بنا من مدينة واختفت فين طبعا ان ده جزء الثالث والاخير من قصة مدينة النحاس فأنت لا تفرج على الجزئين الثانيين يعني أنصحك بعد يزنك كده تتفرج عليهم وبعدين نرجع للفيديو ده في الجزئ اللي فتحنا شفنا أن موسى بن النصير فشل هو واللي معا أنهم يدخلوا من مدينة وقرروا أنهم هيتوجهوا البحيرة موجودة قريب منهم وفعلا بدأت المسيرة بتاعتهم من جديد لحد ما وصلوا عند البحيرة والأول ما وصلوا عندها شافوا شيء غريب جدا وهأنهم لقوا راجل ماشي فوق المياه البحيرة ولما سألوا انت مين قالوا أنه أنا واحد من الجن اللي سيدنا سليمان حبسهم في البحيرة وبعدين اختفى في الهواء بعد شوية الجنود بدأوا أنهم يلاحظوا أن المياه فيها حاجة بتلمع فاكتشفوا أنه فيه كنوز غير أنا في البحيرة فغطسوا عشان ينزلوا يجيبوها فلاحظوا أن الكنوز ديت مصنوعة من النحاس ومختومة بالرصاص ولما طلعوا جرة نحاسية وجوموا يفتحوها طلع منها جن راكب حصان ومسك في يده رمح وبعدين اختفى والموضوع ده تكرر تلات مرات تانية لما برضو حاولوا أنهم يسحبوا الكنوز الموجودة في البحيرة فساعدها موسى بن نصير بسرعة أمر الجنود بتوعه أنهم يرجعوا كل الكنوز اللي هم أخدوها تاني للبحيرة لأنه هو خاف أنه يطلق شر للعالم كان حبس سيدنا سليمان قبل كده وفي قصة تانية بس ذكرت عن البحيرة أنهم رايحين نحيتها قبل لوحة لراجل ماسك في يده لوح واللوح مكتوب عليه ليس ورائي مذهب فارجعوا ولا تدخلوا هذه الأرض فتهلكوا فهما كانوا فاهمين يعني إيه ما فيش وراء مذهب ويعني إيه الأرض اللي جاية قدامنا ديت أرض هلاك الغريب بقى أن هما لما بصوا على الأرض كانت كأنها جنة كلها زرع سمار أشجار عالية وكمان كانت غزيرة الماء فإيه المانع يعني أن هما يدخلوها لكن المشكلة بقى أن في مجموعة منهم دخلت الأرض ومجرد ما مشي شوية فيها هجم عليهم من كل النواحي نمل عملاق أيوة زي ما سمعت نمل عملاق عشرات شكلها مرعبة على حسب الوصف ومراحمتهمش حرفية مساكتهم ومزاقت جسم الجنود لقطع ورامتهم النمل فدل يجري وراهم لحد ما وصل عند الحلود بتاعة الأرض اللي هي عند الراجل اللي ماسك في يده اللوح وبعد كده فدلت تبص للجنود اللي وقفين على الأرض التانية وما يدرتش أنها تعمل لهم حاجة وكأن الحلود بتاعتهم لحد هنا بس أو بيحموا الأرض الموجودة بعد كده وبعدها موسى بيجمع ما تبقى من الجيش بتاعه وبيقرر أن هو هيرجع للملك ويبلغوا أن احنا معرفناش ندخل مدينة النحاس ولو أن في قصص تانية بتتكلم عن هما دخلوها ولكن ده ما كانتش منطقية بالنسبة لي الصراحة طيب بنيجي بقى للسؤال المهم مين هو اللي بنا المدينة دي وفي قصة قصة بتفسر الموضوع ده القصة الأولية أن اللي بناها هو زول قرنين اللي بنا السد بتاع يأجوج ومأجوج وبيقال أن هو بنا المدينة دي وجمع فيها كل الكنوز اللي جمعها في حياته وحطها جوه المدينة وتلصم المدينة تلصمها يعني حط عليها تعويز عشان تحميها من الناس اللي هما هيحاولوا يدخلوها ويسرقوا الكنوز الموجودة جواها عن طريق أن المدينة أي حد هيوصل لها هتشد انتباهه وتسحره بالبريق بتاعها لحد ما يوصل عندها وتموته والقصة الثانية أن اللي بنا المدينة دي هو سيدنا سليمان عليه السلام بعد ما أمر الجن أن هما يبنوا للمدينة وبرضه حط عليها تعويز أو أخذ عهود على الجن الموجودين أن هما يحموا المدينة دي من أي حد يحاول يدخلها وفي بقى مش عايز أقول القصص ولكنها نظريات غريبة شوية عنها أن اللي ممكن يكون بنى المدينة دي هما نوع من البشر ولكنهم كانوا أكثر تطورا مننا بكتير أو وصلوا مرحلة في التكنولوجيا عالية جدا إحنا لسه ما وصلنا لهاش في نظريات كمان ودي بقى أكثر جنونا أن ممكن يكون في مخلوقات فضائية نزلوا في الوقت دوت وساعدوا البشر أن هما يصنعوا وابنوا المدينة بالحجم المرعب اللي احنا شفناه طبعا دي كلها حاجات أنت حابب تصدقها أو لأ حاجات ترجعلك أنا بس بحكي لك اللي أنا قريته واللي سمعته أما بالنسبة عن موقع المدينة فهو بيقال أن هي ممكن تكون موجودة ناحية أوروبا أو ناحية الأندلس اللي هي أسبانيا حاليا لكن اللي احنا مش قادرين بقى أن احنا نشوفها برغم أن احنا وصلنا لدرجة كبيرة من التطور العلمي والأمار الصناعية وغيره اللي بيفصر الكلام دوت هو بحثنا قريته مذكور فيه أن المسيخ الدجال هو اللي ممكن يكون أخفى المدينة باستخدام تقنية اسمع عبيت الإخفاء والتقنية ديت بقى بتلعب على حاجتين الحاجة الأولية أن هي بتبعت زبزبات تخلي الجهاز العصبي بتاعك يوهم عقلك أن مفيش حاجة هو شايفها يعني الحاجة موجودة قدامك لكن عقلك بيقولك أنها مش موجودة أو أن هي شغالة بتقنية امتصاص الضوء زي السقوب السوداء لأن الرؤية بتحصل عن طريق أن الضوء بيسقط على الحاجة اللي قدامك فالضوء بيانعكس على عينك فأنت بتشوف لكن لو الحاجة ديت بقى بتمتص الدوء فأنت عينك مش شادر أنها تشوفها مهما حصل كل ديزة ما حكيت لك نظريات والحقيقة فين الله واحد وأعلم لكن الحقيقة الأهم من أنت لو استمتعت بالقصة لازم تعمل فولو لاي عشان ما تفوتكش أي حاجة ننزلها جديدة رمضان كريم عليك وكان معكم محمود زايد سلام